بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم طلاب العزاء والصف الثالث الثانوي إن شاء الله النهاردة مع بعض نتكلم على الجرامر الخاص بالوحدة الخمسة وبيتكلم على الفريزر فريزر فرب اسمعناها عبارات فعلية وهنبدأ بالفورم الفورم للصيغة إزاي أكون أو إزاي أحول الفير بالفعل إلى عبارة فعلية طيب نشوف مع بعض كده الفورم يعني هي بتعتني بطفلها لو قلت كلمة لك بس في الوحدة هتبقى معنى ينظر إليها طبعا عشان تحولها من فعل إلى فريزر فرب لازم يقرأ حرف قرر وحرف قرر ده لازم برضو يعمل تغيير في المعنى كلمة أفتر غيرت من معنى الفعل إحنا قلنا كلمة لك بمعنى ينظر إنما يقول لك أفتر أو لك أفتر معنى يعتني بي يبقى حصل في الميننج يبقى أول فورم عندي أول صيغة عندي عشان أستخدم اللي لازم من الفريزر الفيرب اللي هو العبارة الفعلية يكون جاي وراها حرف قرر والحرف قرر يعمل تغيير في المعنى طب ناخد فورم تاني تحديد تغيير في المعنى هنا كلمة لك جاي بعدها ادفر ببورب زرف وبعدها ايه بروبوزيشن يبقى داع فورم تاني أو طريقة تانية عشان ايه اعمل الفريزر الفيرب إن الفريزر الفيرب إن الفعل يجي عندي بعدها ادفر ببورب زرف والزرف ممكن يجي بعدو حرف ايه حرف قرر ممكن استخدم حرف غر بس او استخدم ظرف وبعده حرف ايه حرف غر. واتفاقنا سواء انا استخدمت اه حرف غر او استخدمت اه اه ادفير بظرف والادفير بدورة اه حرف غر لازم يحصل يعني ايه يعني لازم يحصل تغيير في المعنى هنا طبعا لك مش معنى ينظر يا لأ هنا معنى ان هو يتطلع او يتشوق ان هو يقبل ايه الصيغ اللي انا ممكن استخدمها عشان اعمل عبارات او عبارة فعلية ان انا احط بعض الفعل حرف غر او ظرف وورا حرف ايه حرف غر طيب لو قلت طبعا عندي هنا هوات فعل وفي وراه حرف غر بس هل ده يعتبر فريز الفيرب لا ده ما ينفعش بها فريز الفيرب لانه ما حصلش تغيير في المعنى هي 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 اه اه معنى ينظر ايه ينظر الى يبقى شيء هنا ما هوش عبارة فعلية لانه ما حصلش يعني لم يحدث تغيير في المعنى يبقى طبعا خطأ خطأ كجملة ايه كجملة فعلية او ان انا اسمي بسبب عدم تغيير المعنى بعد كده عندي اه انواع العبارات الفعلية او النوع اللي هي العبارات الفعلية المتعدية وفي نوع تاني اللي هي الافعال اه او العبارات الفعلية الغير متعدية او اللازمة اللازمة يعني ايه يعني ما بتاخدش ايه مفعول انما المتعدية هي عبارات فعلية يلزم لها ايه مفعول يعني لازم يكون وراها مفعول. المشكلة بقى يا ترى المفعول بيجي فين? اوكي? وانه في بعض الحالات فيها بعض الاستثناءات. طيب نبدأ الاول بالقاعدة الاساسية. يا ترى انا ما يكون عندي المفعول اللي هو بيجي وراه. يا ترى مكانه فين? نشوف مع بعض. او مكان المفعول دايما بيكون او مع دائما بيكون بعد يعني ايء؟ يعني بعد مكتب بتاع كامل اللي هو الفعل بحرف الجر. احط مفعول سواء كان المفعول في شكل اسم او في شكل يعني ايه? في شكل ايه? ضمير. اذا لو كان في شكل اسم او في شكل يعني او في شكل ايه? ضمير ايه? مفعول. يبقى ده المكان الخاص بيجي فين؟. ايهcalled. بيتجي بعد مباشرة. يعني منفعش اقول ما نفعش ان انا احط المفعول ما بين الفعل والحرف ايه الجر الخاص بالخطأ طبعا يبقى ايه خطأ يبقى المفعول بيجي بعد سواء اسم او سواء ايه او ايه او سواء ضمير مفعول اه طب ينفع نصر احطه ما بين الفعل وحرف الجر بتاعه لا ما ينفعش نفعش اقول او سواء كان في شكل ضمير منفعش ان ان احطه ايه ما بين الفعل ايه وحرف الجر امال في ما كانوا بعد حرف ايه الجر الخاص بالخاص بالعبارة الفعلية طيب هل القاعدة دي ثابتة امستر ان لازم المفعول يجي بعد حرف الجر الخاص بالخاص بالعبارة الفعلية يعني منفعش يجي في النص ما بين الفعل وحرف الجر بتاعه. اه طبعا في استثناءات الاستثناءات دي بتكون مع بعض مع بعض حروف الجر زي مع حروف الجر دي بقى في بعض الاستثناءات. طب نشوف يا ترى فين مكان المفعول بيجي مع حروف الجر ده. الاول جاي في المكان الطبيعي اللي احنا قلنا عليه ان هو بيجي بعد حرف الجر ان المفعول بيجي بعد حرف الجر. بس طبعا هنا جاي في شكل جاي في شكل يعني جاي في شكل اسم وليس وليس في شكل ضمير. الجملة التانية طيب قال لك بقى هنا اوكي لو معنى صح اللي هو المفعود اللي بيكون في شكل ممكن استخدامه بين الفعل وحرف الجر او ما يكون حرف الجر يقولنا ايه اه او 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 انا عندي كلمة اهيات اوكي ممكن احط المفعول ما بين كلمة وكلمة اه اه طبعا لو في شكل ايه برضو لو في شكل يبقى لو في شكل ممكن المفعول يستخدم بعض حرف الجر او ما بين الفعل وحرف الجر الخاص بي بس قلنا لازم يكون حرف جر من ايه من ستة ايه من ستة حروب جر دولة اللي هو او 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 طيب الجملة التالتة طيب انا عندي هنا المفعول جاي في شكل ايه ضمير اه ممكن برضو المفعول لو في شكل ضمير ان انا برضو استخدمه بين الفعل وحرف الجر يبقى اذا لو المفعول في شكل اسم او في شكل ضمير ممكن استخدمه بين الفعل وحرف الجر اخر جملة هنا الجملة دي غلط ليه لان المفعول عندي هنا في شكل ضمير لو كان المفعول موجود في شكل ضمير ما نفعش اختم بالجملة يا اما استخدمه ها ما بين الفعل وحرف الجر بتاعه يبقى اذا لو كان المفعول في شكل ضمير هم زم ات اص اوكي باستخدمه فين ما بين الفعل وحرف الجر الخاص بي انما مفعش استخدمه في ايه بعد حرف الجر او معنى اخر مفعش ان انا اختم به ايه الجملة يبقى لو كان المفعول عندي محروف الجر اب وداون واف وان واؤت جاي في شكل نوع ممكن اجيبه ما بين اه الفعل ها وحرف الجر بتاعه زي اشي او ان انا اختم بالجملة اجيبه بعض حرف الجر طب لو كان في شكل ضمير يستخدم فقط ما بين الفعل وحرف الجر ايه بتاعه انما مفعش اختم به ايه الجملة يعني ممكن اقول بس طبعا من الخطأ ان انا اقول طيب تاني جزء عندي اللي هي العبارات الفعالية اللازمة او الغير متعدية ودين في شفاء ايه مشاكل لان اتفاقنا هي المشكلة بس في استخدام الايه الاوبجيكت مكان الايه مكان المفعول يعني مع بتيجي يعني مشكلة كلها مع العبارات الفعلية المتعدية وليست الايه اللازمة نتمنى ان الايه ان الاسعار اه تنخفض طبعا فال اوف هنا جاي ايه كفاعدة لازم ما فيش جاي ورا مفعول مفيش اي ايه فما فيش اي مشكلة المشكلة ان انت تعرف مكان الايه مكان المفعول طيب نيدي الكلام بسرعة كده تاني يبقى القادة الاسية بتاعت عندي ان انا المفعول بيجي بعد ايه بعد حرف ايه بعد حرف الجر المفعول بيجي بعد ايه حرف الجر خلاص او بعد اه العبارة الفعالية اللي هي مكوّنة من ظرف وحرف ايه وحرف الجر ما نفعش ان انا اخذ المفعول احطه بين الفعال وحرف الجر بتاعه انما في استثناء القادة دي مع بعض حرف الجر زي ايه وان واف وان و ايه و ايه و اات اه المفعول لو في شكل اس ممكن احطه بعد اه بعض حرف الجر زي او ما بين حرف الجر والا والفعل ايه ما بين الفعل وحرف الجر الخاص بي ايه طب لو كان المفعول في شكل ضمير يستخدم فقط بين الفعل وحرف الجر بتاعه انها اختم به الجملة. انما انفعش اقول. اتمنى الدرس يكون سهل ونبدأ مع بعض نحل التمارين الخاصة بكتاب المعاصر على اللي هي العبارات الفعلية. يعني انا هاجبها من المدرسة. طبعا هاخد. بخطأ. لترسي خطأ لتردي خطأ. نمبر تو. ايهاد. تران تو اب ويد زيم. طبعا هاخد ران تو كاتش اب ويد زيم عشان ايه يعني لازم اجري عشان الحاهم. لتر اي خطأ. لتر بي خطأ ولترسي خطأ. ا اعتقد ان كل هيشارك في المقابلة القادمة او في الاجتماع اللي جاي. تيك بلايس تيك بورد تيك بورد. طبعا هاخد ايه تيك بورد تيك بورد معنى شاركة. ده لو قلت يعني يفك الحاجة الى ايه? الى اجزاء. ويعني يحدث. طبعا خطأ 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 يعني اطفي كل الاجهزة قبل ما تغادر المكتب طب يبقى معنى ان هو يطفي الاجهزة او ايه? او يقفلها. يبقى خطأ 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 طبعا سويتش اون خطأ لأن كلمة سويتش اون يشغل هو عايز بقول له ويقض في الاجهزة لأنه هو يسيب المكتب ويغادر يبقى يسويتش اي سويتش اف نمبر فايف لتس لوك نيو ويز اوف ووركين لوك انتو كلمة لوك انتو معناها تشيك يتفحص اوكي اه سير شوك يبحث يبحث عن اي عن حاجة يبقى شيء في نوع من البحث او في نوع من التدقيق اللي هو تبقى اي لك انتو يبقى عندي هنا لتر اي خطأ لتر سي خطأ لتر دي خطأ نمبر سيكس you don't have to turn your camera if you don't want to leave it هنا عندي هستخدم اي حرف اي جر يبن يأخذ طبعا يعني مش يجب أن تشغل الكاميرا بتاعتك يبن هم هي مغلقة يبن عندي هنا بخطأ خطأ خطأ يعني أنا عندي الأسبوع ده بس عشان ألحق إيه العمل المدرسي يبقى توكاتش أب تخلي بأننا كاتش أب في كاتش أب بس وفي كاتش أب ويز لدي نفس المعنى معنى يسير أو يلحق به أنا بقول كاتش أب بس أوكي وبختم بها لو أنا ما عنديش مفعول لو عندي مفعول في الجملة لازم أقول بعدها إيه ويز يبقى عندي هنا لتر إيه خطأ بي خطأ ودي خطأ نوبر ايت يعني لو أنت عاملك صعب أن أنت ايه تسير أو صعب أن أنت تلحق نفسك أن أنت تكمل يبقى توكاتش أب توكاتش أوت 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 أوب ويز أوب طبعا عندي أب ويز ويندي أب الإثنين طبعا أوكي الإثنين كتركيب وكمعنى صح ولكن هل عندي هنا مفعول لا ما عنديش مفعول صحيح ليست مفعول أخذ إيه قاتش أب طيب انما لو قال لك حاجة زي مثلا نجمنا لفؤال لك زي سكول وورك يبقى ايه كاتش اوب ويز زي سكول وورك يبقى كاتش اوب باسي تجمع معنى يسير او يلحم لو في عندك ايه اه مفعول اقول كاتش اوب ويز ما فيش مفعول اختم ونجمنا بكلمة ايه بحرف ايه بحرف ايه خطأ لتربيه خطأ لترسي خطأ number nine i asked her to turn her sound but then it was much too loud انا طلبت من يعني اطرفها الصوت بس يعني المؤسف بان كان الصوت اعلى من اللازم on into up down يعلي الصوت يعني ايه turn the sound up يعلي الصوت بس بعد ما عضل الصوت الصوت كان اعلى من اللازم يبقى طبعا on خطأ into خطأ down طب ده الخطأ ليه معناها يوطي الصوت انا عايزه يعلي الصوت مش يوطي الصوت لانه اكتشف بعد كده ان الصوت اعلى من من اللازم number ten i asked my sister to look the baby for me look up look after look for look like طبعا تبقى ايه look after look after معنى يعتني بي letter a خطأ letter c خطأ letter d خطأ طبعا look up بمعنى يبحث عن كلمة او يبحث عن معنى look for يبحث عن شي look like يعني يشبه number eleven who has taken your mobile من اللي اخذ الموبايل بتاعك قال له i haven't yet catch up catch up with found out found about or found out about يتأخذ ايه ايه ابا i haven't found out yet يعني لم اكتشف بعد طيب ليه ما اخذتش found out about كما هي نفس المعنى لاني ما عنديش مفعول طالما ما عنديش مفعول يبقى ايه منفعش اجيب about about لازم يجيب وراها object مفعول اه ختمت الجملة بكلمة يتيت ليست مفعول يبقى ايه found out يعني لم اكتشف بدون ايه بدون مفعول كوت اب خطأ معنى اه يسير او يلحق واللي تربيه خطأ واللي تربيه خطأ لاني ما عنديش ايه ما عنديش مفعول اه number 12 who has taken your mobile من اللي اخذ الموبايل بتاعك قال له i haven't yet جاب نفس الجملة بس جاب هنا ايه جاب اتك ايه مفعول يبقى اخذ يا ترى catch or caught up caught up with found out found out found out ابعوت يعني ما ايه ما اكتشفتش لسه من اللي اخده طالما في عندك مفعول هبدأ استخدم بعد كلمة found out ابعوت منفعش اقول ايه found out بس فاوند اوت بس لو ما عنديش مفعول انما طالما عندي مفعول يبقى اخذ found out ابعوت زي catch up وزي catch up with catch up لو ما فيش مفعول catch up with لو في مفعول بمعنى اه يسير او ايه او يلحق بي لتر ايه خطأ لتر بي خطأ لتر سي خطأ number 13 we have all the roses in the garden there isn't any left used up warmed up set up worked up عايز اقول ان احنا استنفزنا كل الظهور اللي في الحديقة يبقى used up بمعنى استنفزة اوكي اه ان هو خلص على كل الظهور اللي في الحديقة ولم يبقى اي 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 زهرة letter b خطأ letter c خطأ ولتر d خطأ number 14 to stay means not to go to bed at the normal time يعني ان انت تصهر معنى ان انت ايه اه مطرحش السليل في الايه في الموعيد الاعتيادية بتحتك يبقى طبعا هاخد in add up داوني بقى stay up stay up معنى ايه يصهر حتى واخد ايه متأخر ان خطأ ات خطأ وداونا عندي خطأ انا كتبت الايميل اوكي وبعدته وبعدها على طول عملت ايه انا خرجت او في بقى كلمة معنى ان هو ايه خرج من ايه من جهاز الكمبيوتر وايه وقفله في حاجة اسمها عندي اه لوج ان وعندي حاجة اسمها لوج اف لوج ان معنى يدخل واستخدم جهاز الكمبيوتر يفتحه اوكي ولوج اف معنى ان هو ايه بعد ما بيخلص خالص بياخرق ايه منه ايه بعد ما عنده هنا لتر اي خطأ لتر بي خطأ لتر اي خطأ my car broke and i had to take a taxi يعني العربية بتحته تعطلت هو كمطر انه ياخد تاكسي يتعطل يعني down up out into broke down broke داو معنى يتعطل بتاكي معنى يتحطم لتر بي خطأ لتر ايه خطأ لتر ايه خطأ ولتر دي خطأ you are right to a longer break between work hours بي back plug in given ask for يبقى you are right to ask for طبعا انت عندك حق ان انت تطلب breaks break يعني ايه يعني فوسحة كده او فترة راحة ما بين ايه ما بين ساعات العمل يبقى عندي هنا لتر ايه خطأ لتر بي خطأ لتر سي خطأ please turn the tv while i am on the phone يعني بيقول له انا بكلم على التليفون يريد توطي التلفزيون شوي يخفض من صوته turn on off down او يبقى turn a طبعا turn down طبعا هم مرضاش يقول لك turn off turn off 2f لانه ممكن يطلب انه يقفل التلفزيون وهو بيكلم فقال لك of طبعا او خطأ طبعا هنا up يعني يعني يعالس الصوت وdown يعني يقلل الصوت يبقى عندي هنا letter a خطأ letter b خطأ letter d ايه دي خطأ طبعا ترين انه يشغل التلفزيون هو كده كده تلفزيون شغال يطلب منه انه هو يخفض الصوت number 19 don't get nervous calm please down back off ويز يعني ما تعصابش ايه ده يبقى قلم ايه calm down يبقى حدي عصابه calm down letter b خطأ letter c خطأ letter d خطأ number 20 i sit on my trip at around seven seven sit to sit up sit uh of sit off طبعا sit off sit off sit off معنى ينطلق او يبدأ الرحلة بتحته letter a خطأ letter b خطأ letter c خطأ طب letter up خطأ sorry letter b خطأ لي يعني فعش اقول sit up لي لان sit up معنى هي يؤسس اوكي انما يبدأ رحلة يبقى sit a sit off ينطلق او يبدأ رحلة number 21 i had to the power cable to recharge the battery be back plug in give in ask for طبعا plug in يعني هو استخدم الفيشة اوكي او حط الفيشة بتاعت الكهرباء عشان يشحن البطارية يبقى plug in letter a خطأ letter c خطأ letter d خطأ number 22 i had to the call others someone at the door give up hang up hand in blue up طبعا يقول لازم ايه اوقف ال ايه الاتصال اه التليفوني يعني ينهي او ايه او اه يعلقوا لحد ما يشوف مين اللي على الباب بياخد كلمة ايه hang up letter a خطأ letter c خطأ letter d خطأ number 23 some guest is turned unexpectedly يعني في بعض الضيوف اختفوا بشكل غير متوقع on off down up يبقى turn it off turn it off يعني معناها يختفي او يطور letter a خطأ letter c خطأ letter d خطأ number 24 this is a difficult word I know why don't you look off it look it for took up it look it up طبعا هاخد ايه look it up يعني انت ليه ما تدورش او تبحث عن ايه الكلمة طيب لو كانت look up it كانت تنفع احنا قلنا اه مع كلمة up اه ممكن اه حرف الجر يجي بين الفعل وحرف الجر بتاعه بس ان فاش ان انا استخدم بعض حرف ايه الجر يبقى اخد كلمة ايه look it up وهو برضو عشان ما ايه اه ما يعني ما يخلكش بازلد هو بدل ما يقول لك look قال لك ايه talk up يبقى اخد طبعا ايه look it up انه هو يبحث عن كلمة في قاموس يبحث عن كلمة ويبحث عن ايه عن معنى letter a خطأ letter b خطأ letter c خطأ طيب اه كلمة look for طب look for ما تنفعش ليه ان look for يبحث عن شيء وليس عن كلمة او ايه او ايه او ايه او او معنى number 25 which mobile phone have you decided sir at up to on يبقى decided on يعني ايه الموبايل اللي انت قررت خلاص او انت رأيك رسع عليه عشان ايه تغضي يبقى decided on letter a خطأ letter b خطأ letter c خطأ number 26 the secretary called the meeting because the manager was tediously السكرتيرة ألغت الاجتماع عشان المدير بيكون مريد بشكل ايه بشكل خطير of of on اعتي بقي of اللي هي اتنين ايه اتنين اف معنى يلغي letter a خطأ letter c خطأ letter d خطأ i expected my friend to help me but he let me in off down to let me down يعني خزلني يعني انا كنت متوقع ان زميل هيساعدني ولكن هو ايه let me down يعني ايه خزلني يبقى letter a خطأ letter b خطأ letter d خطأ طبعا قلنا let down معنى ان هو يرفض يعيه ان هو to help me انه يساعدني 28 the air hostess asked us to to fasten our seat belt المضيفة طلبتنا ان احنا اه نشد احزمة الامان ليه لان ايه الطيارة على وشك ان هي اه تقلع over up out off يبقى take off take off معنى ايه تقلع الطائرة تقلع letter a خطأ letter b خطأ letter c خطأ وكلمة take off معنى اخر برضو معنى اه يخلع حزاء ويخلع الكود بتاعه او الطائرة ايه تقلع letter or number 29 i ask the petrol station attendant to the tank with petrol fill in fill up fall off fall away طبعا اخد ايه fill up طب بالفرقة من كلمة fill in و fill up fill in معنى يملأ استمارة انما fill up ان هو يملأ يملأ بالماء يملأ بالبترو البنزين اوكي يبقى letter a خطأ letter c خطأ letter d خطأ number 30 i the document is to the manager in person يعني انا سلمت الوسائق للمدير شخصيا give up hang up handed in blue up طبعا تبقى handed in handed in يعني يسلم شخص يدا بيد give up خطأ hang up خطأ blue up خطأ i found some money in the street and i am going to the police hand it in hand in it turn it on turn on it يبقى hand it in طب ليه ما قلتش hand in it اتفقنا اللي مع حروف الجر in او on او off او out مع بعض حروف الجر دي او up او down يعني ما هبقى استخدم المفعول في شكل ضمير باستخدم الضمير فين باستخدمه ما بين الفعل وحرف الجر ايه بتاعه يعني ما نفعش اقول hand in it او ممكن اقول hand it a hand it in طب لو مستخدمه في شكل ناون عادي ممكن احطه بعد حرف الجر او ما بين الفعل وحرف الجر بتاعه انما هنا هو جاي في شكل ضمير يبقى يستخدم الضمير ما بين الفعل وحرف الجر الكلام دي قلنا مع ايه مع up و down و off و on و in و out يبقى letter b خطأ letter c خطأ letter d طبعا خطأ قلنا hand هنا hand it in معنى ان هو ايه يسلمه to sit off means to arrive leave finish cook ان انت تبدأ شيء معنى ان انت ايه to leave leave يعني يعني يغادر معنى ان هو بيبدأ انما arrive يصل خطأ finish ينتمن شيء خطأ cook معنى يطبق خطأ i have already installed the software يعني انا بالفعل ركبت السوفتوير او استخدمة السوفتوير اللي معايا we can use instead of installed in these sentence يعطى كلمة installed ممكن اشيلا حطنا كان هي sit back sit down sit off sit up sit up sit up قلنا sit up هنا معناها يشغل او ايه او ايه يركب يبقى sit up means يركب او يشغل عاوز اقول هنا ان هو هنا سطب او شغل ايه السوفتوير طيب بيبقى sit back خطأ sit down خطأ sit off خطأ طبعا sit off معنى يبدأ يبدأ شيء يبدأ رحلة او ما شبه زلك the baby who has dropped its toy i'll pick up it pick it up it back up it picked up طيب هو رمل ايه لمل او هو وقع اللعبة بتاعت وانا اجيبها يبقى and i'll pick it up قلنا استخدم المفحول في شكل ضمير لو كان في شكل ضمير مع up او down او off او on او in او out بحط فين باستخدمه من الفعل وحرف الجر بتاعه ما ينفعش يجبه بعد حرف الجر ينفعش اقول pick up it طب ام تجبه بعد حرف الجر لو كان في شكل اسم انه في شكل ضمير يستخدم ما بين الفعل وحرف الجر بتاعه letter a خطأ letter c خطأ letter d خطأ with only way to the little when he turned احنا ننتظر قليلا حد هو ما يظهر turn it up in into down يبقى turn it ايه turn it up turn it up معنى ايه بمعنى يظهر يبقى turn it up احنا ننتظر حتى ايه حتى يظهر in خطأ into خطأ وطبعا down خطأ i was shocked because i didn't expect him to turn my request يعنى انا كنت مصدوم لان هو رفض طلبي او خزاني وما ايه وملباش طلبي turn up in into down ننتظر قلنا من شوية turn down معنى ان هو ياخذ الشخص او يرفض الايه ان هو يساعده letter a خطأ letter b خطأ letter c خطأ number 37 this photo is small it needs giving up hanging up handing in blowing up طبعا blowing up معنى ايه يكبر يعنى صورة صغيرة وعيزة تكبير letter a خطأ letter b خطأ letter c خطأ number 38 نبيل hurt his elbow in yesterday tennis match and had to pay pack plug in give in ask for لازم يبقى ايه يريح شوية يبقى give in يعنى take a take a rest لان هو طبعا قلنا جرح ايه جرح ايه كو ولازم يرتاح يبقى letter a خطأ letter b خطأ letter d خطأ number 39 i had to the application form with my personal data fill in fill up full off بوتاوي طبعا هاخد fill in قلنا يملأ استمارة يملأ طلب التحاق يبقى fill a fill in انما في الاب يملأ وعاء بميم بنزين بأي حاجة يبقى letter b خطأ letter c خطأ letter d خطأ number 40 the sugar i had at home run and i had to go out at midnight to buy some يعني السكر عنده خلص وكان لازم ينزل في متصف الليل عشان يشتري ايه بعضه يبقى طبعا run out run a run out طيب ما هي run out of نفس المعنى اه بس run out of يما يكون في عندي مفهول يعني لو قلت شجر هنا بعد النقط دي قلت run out of sugar يبقى ايه run out of طب ما فيه شجر الحاجة اللي هي خلصت اقول run out بس فقط لغير اذا لو بدأت بالشيء اللي خلص اقول run out runs out طيب الشيء اللي خلص جبت وبعدها يبقى ايه run out of يبقى letter i خطأ letter c خطأ letter d خطأ i ran sugar اوات وانا قال لي بقى هنا ايه شجر جابه لي اوات اوكي يبقى ايه ران ايه out of اي ران اوات او نفس المعنى وده الفرق ما بين كلمة run out وrun out of في عندي مفهول او run out of ما عنديش مفهول اقول ايه run out يبقى letter b خطأ c خطأ d خطأ number 42 i have invited all my friends to the party but only a few of them showed on of up down يعني القديل منهم هو اللحظر يبقى shoot up shoot up معنا يحضر letter a خطأ letter b خطأ letter d خطأ number 43 the shop assistant talked me into buying that expensive t-shirt this mean that يعني ال assistant رجل في المحل قال لي ان انا اشتري the expensive اوه معنا صح ان هو اقنع ان انا ايه اشتري التشيرت راب ان هو كان سعره ايه كان سعره غالي هو هنا بيقول لي اديني الميننج او يا ترى الجملة دي معناها ايه allowed me to buy it for a low price persuaded me to come again for a better collection convinced me to buy it forced me to buy it طبعا هي بقى ده معناه ان هو convinced me convinced me يعني كلمة convinced me ان هو اقنعني ان انا ايه اشتري letter a خطأ letter b خطأ letter d خطأ number 44 when you want to stop a call for a short time and resume it shortly after you يعني ما بتحب ان انت تعلق الخط معاك وترجع تستقدم في المكالمة ثاني يبدأ اسمه hang up switch off turn off put away طبعا اسمه hang up بتعلق الخط كده لدائي لحد ما تشوف الحاجة انت عايز تعملها وترجع للمكالمة ثاني letter b خطأ letter c خطأ letter d خطأ which of the following is not correct يعني في قملة من دول مش صحيحة the match ended when one of the two players give in to the other the match ended when one of the two players give in the match ended when one of the two players give to the other in a and b يبقى طبعا الجملة الخطأ اللي عندي letter a letter c يبقى الماتش انتهى لما واحد من اللعيبة استسلم من the a للاخر ما ينفعش اقول give to the other in اوكي انا ممكن اقول give in to the a to the other اوكي لان ده قلنا عبارة عن اه free the verb وعندي اتنين حرف يعني عندي give verb وعنده اتنين حرف a اتنين حرف g وفي حال دقود حرفين غر في حال دقود حرفين غر بجيب المفعول بعد حرف الغر الثاني انما منفعش ان انا احط المفعول ما بين حرف غر الاول وحرف الغر الثاني خطأ يبقى عندي letter a خطأ letter b خطأ letter d خطأ number 46 يعني في قملة من دول ما فيش فيها عبارة فعلية شوف كده مع بعض the charger is blocked in عمر logged at his sister my mobile is switched off i knew that my bc had been left on طبعا هتبقى letter b لان انا عندي هنا صحيحا عندي فعل ولا حرف غر هو logged at بس ما حصر في changing in meaning يعني ما حصرش تغيير في المعنى قلنا من شروط ان اسمي الفعل free the verb انه هو عبارة فعلية ان حرف غر يعمل changing in meaning يعمل تغيير في المعنى letter a خطأ letter c خطأ letter d خطأ number 47 i am going to pick up or to pick my uncle up from the airport this means that i am going to يعني انا رايح أجيب عمي من المطار فده معنى i am going to say goodbye to my uncle take my uncle from home to the airport meet my uncle at the airport and take him to another place go to the airport and travel with my uncle go to the airport and travel with my uncle لانا رايح اجيب ويبع ايه meet my uncle at the airport and take him to another place رايح ان انا اقابل في المطار واخدو ال a إلى a إلى مكان إلى مكان آخر لانا بيقول لي pick up معنى النوع ايه هيروح يجيبوا منين من المطار letter a خطأ letter b خطأ letter d خطأ بعد كده بيجيب لي بعض القمل على الغرامر ال a التراكمي شوف مع بعض التراكمي يعني الغرامر اولى وثانية وثالثة some people have problems while studying and it might help to get up and move around they are his she's wear طبعا بيقول لك some people يبوا ايه they they are studying شايفين اوال جاي وراه هنا ايه مضارع مستمر لانه قوله بتكلم عن المضارع وليس ال a وليس الماضي letter b خطأ letter c خطأ letter d خطأ number 49 she lost hope and decided to give up كلمة hope معناها امل and this تعتبر uncountable noun يعني اسم لا يعد فما استخدمش معها ايه article لانه كمان لم يتم تعرفها يبقى letter a خطأ letter b c خطأ letter d خطأ اذا كلمة hope uncountable noun اسم لا يعد فاستخدم قبل الا اولا طب استخدمت زالي لانه لم يتم تعرفها number 50 my brother and i usually depend on to face everyday problems انا واخوية اوكي واصنحة لتمرين على الفريزر البرب اتمنى ان يكون ده السهل ونعرف ازاي دلوقتي نتعامل ونحل اه تمرين او اه جمل على الفريزر البربس العبارات الفعلي كان معكم مستر مستر شرف thank you so much اشتركوا في القناة